إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل نخوانا على سرم متقابلين لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين نفع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم ادخلوا علي فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجد إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك للحق فلا تكون من القانقين قال ومن يقلق من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لغلجوهم مجمعين إلا امراته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط للمرسلون قال إنكم قوم مكبون قالوا بذجئناك بما كانوا فيه يمتعون ونواتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أذباعا ولا يرتفت منكم أحد وانطوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيبي فلا تخطعون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إنكم هتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سروتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم رجاعة من سجين إن في ذلك لآيات للمتعسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فاتقمنا منهم وإنهما لبهمام مبين ولقد كذب أصحاب الخجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينهتون من الجبال بحوتا آمين فأخذتهم الصيحة مسبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمد أن عيليك إلا ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخذب جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع لما تهمه وأعلم عن المشركين إنا كفيناك المستاذين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين أمين 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 أمين